وصلت لجنة الميزانيات مناقشة الإضارة العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019-2020 اللجنة لاحظت ارتفاع تقديرات المصروفات بنسبة تقترب من 5% عن الميزانية السابقة لتصل إلى 22 مليارا ونصف المليار دينار اللجنة طالبت مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بالتقيد بتعليمات وزارة المالية أثناء وضع تقديرات مصروفاتها كما شددت على ضرورة تسوية عساب العهد والحد من تضخمه مشيرة من جهة أخرى إلى أن التقديرات المتعلقة بالإعانات بلغت نحو 631 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم المنتجات البترولية كالبنزين والغاز وخفض تكاليف المعيشة